منطقة قسطلة الآثارية ببلدية عين الزرقى منطقة تاريخية لم تحظى بالاهتمام رغم أنها شاهدة على ما تعاقب على تبسة من حضارات بشكل ظاهر للعيان فالمنطقة لا تزال تحتفظ بخصوصيتها ولم يطالها أي تخريب قد يطمس تاريخها وهويتها قسطلة يمتاز بالمياه الطبيعية الباهية كما يقولون من أحسن أمياه في العالم الشحات في الجزائر قسطلة هذه منطقة سياحية فها عدة مناطق خلابة كما يقولون هي منطقة يزروحها حتى من الأجانب في الصيف تكون هنا الأجانب سواحة كبيرة سكان المنطقة طلبوا الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على طراث المنطقة وجعلها وجهة سياحية تروي تاريخها وجمالها نحن نتمنوا إلا كان هذا قسط المنطقة السياحية صح يجوا يقفوا بيه ويرقلوه ويخلوا الناس يجي يحوس 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 اللي يحوس اللي يرح كما يقولون جي بعياته جي وهذه مليار وسبعمائة مليون يقولوا مليار وسبعمائة مليون ولكن النسائل ما كانش عبطنا شكينا باش يجي ويكونوا المشكة كيان تروع البلدية يقول كتابها مديرية الثقابة تروع المديرية الثقابة يقول كتابها البلدية وجعد هكذا كثرة سنين وتمحى من الوجود نطلبهم من السلطات المحلية من رئيس البلدية الرئيس الدائرة للسيد الوالي يزورنا ويزوروا هذه المنطقة ويعطوها عناية قصد اليوم وجهة للسياح المحليين من داخل ولاية تبسة وغيرها من الولايات المجاورة ورغم إمكانياتها السياحية الهائلة والمواصفات التي تتميز بها باعتبارها متحفا مفتوحا لأثار الإنسان ما قبل التاريخ إلا أن الكثير من الناس لا يعرفونها بسبب عدم تسليط الضوء عليها وعلى موروثها الثقافي والحضاري